إذا تأملت هذه الآيات قاد كذلك إلى معاني عامة أولها دلالة أسماء الله في أنها حسنى ثانيا إجلال العبد لخالقه سبحانه وبحمده ثالثا أن أسماء الله عز وجل دلت دلالة ثبوت على صفة الكمال له سبحانه وبحمده ألم الرابع أنها لم تحتوي شرًّا بل احتوات الخير كلّا خامسًا الأمر بالدعاء بها سادسًا الفضل الذي بشر به خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لله تسعةً وتسعين أسماء مئةً إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن كما جاء في صحيح مسلم إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ترجمة نانسي قنقر